ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصاعدا تواكبه خدمات حكومية رفيعة المستوى تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وأعرب سموه عن ارتياحه للتقدم في كافة المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة الجنوبية من منشآت تعليمية وصحية وإسكانية تلبي تطلعات أهالي المحافظة واستمع صاحب السمو الملكي خلال اللقاء إلى شرح من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسمو محافظ المحافظة الجنوبية عن المخطط التفصيلي لمشروع المركز الصحي بمدينة خليفة والذي يتضمن 15 عيادة استشارية وقسما للطوارئ ويضم 14 سريرا ومختبرا وقسما للأشعة وصيدلية وثمان عيادات أسنان بالإضافة إلى قسم للحوامل وقسم للتعليم والعناية بالطفل كما اطلع سموه على التصاميم الخاصة بمشروع إنشاء صالة مناسبات لأهالي الدور والتي سوف تقام على مساحة أرض تبلغ 2023 مترا مربعا ومساحة بناء تبلغ 730 مترا والتي من المقرر وفق ما هو مخطط لها أن تستغرق عملية إنشائها نحو 18 شهر وتضم كافة الخدمات وفق معمار بحريني متميز ووجه سموه إلى الإسراع في إقامة هذين المشروعين والعمل على إنجازهما في وقت قياسي ووفق أعلى مستويات الجودة ونوه سموه إلى أهمية التوسع في أقامة صالات المناسبات والمرافق الاجتماعية التي تعزز من قيم التواصل بين أبناء المجتمع وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة احتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها وأطلاق المبادرات النوعية التي تخدم أهالي المحافظة كما أثنى سموه على ما تقوم به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من عمل دؤوب في تحقيق توجيهات الحكومة على صعيد التنمية المستدامة وذلك من خلال حزمة المشروعات التي تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها في الوقت الحالي في مختلف مناطق المملكة من جانبه أشاد السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام كبير بكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في كافة المناطق مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح المواطنين ومن جهته توجه سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالمشروعات التنموية في المحافظة الجنوبية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة وأوضح سموه أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة المشروعات التي باركها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي تعمل المحافظة الجنوبية على تنفيذها بهدف الارتقاء بمقومات الحياة بالمحافظة وتجسد ملمحا من ملامح السياسة الشاملة التي تتبناها الحكومة برئاسة سموه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وأكد سموه أن توجيهات سمو رئيس الوزراء السديدة تشكل منهاج عمل تسترشد به المحافظة فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات مشيرا سموه إلى أن ما تشهده المحافظة الجنوبية من نهضة عمرانية وحضارية يترجم بجلاء مدى اهتمام الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء حفظه الله بالمواطنين